صفقة القرن وأزمة الأونر والحديث عن كونفدرالية أردنية فلسطينية ملفات متداخلة تجمعها تطورات القضية الفلسطينية ومحاولات الإدارة الأمريكية توجيه هدفتها بما تشتهي سفن الاحتلال مستجدات القضية الفلسطينية والموقف الأردني الثابت بشأنها موضوع ملف الأسبوع الذي نستضيف فيه النائب السابق الدكتور هاي الودعاند عجا أهلا وسهلا بك أهلا بك قبل أن نبدأ حوارنا نتابع تصريحات جلالة الملك حول موضوع الكنفدرالية بين الأردن وفلسطين نسمع كل سنة على موضوع الكنفدرالية وأنا جوابي أن الكنفدرالية مع مين ونحن كأردنين ما يطلعين لنا صوت كمان نحن الأغلبية اللي موجودين أمام الدخل والقوات المسلحة حتى نحمي الأقصى بقلوبنا وبأرواحنا وهي ما رح تغير وأيضا نوقف مع أهلنا إخوان الفلسطينيين حتى نلاقي حل الدولتين صحيح في ناس عم بيحاولوا يخربوا لكن بالنهاية أنتو بتعرفوا قديش قوة الأردن شجاعة الأردن بهذا الموضوع فأنا ما عندي أي خوف بهذا الاتجاه إذن تابعنا كلمة جلالة الملك في هذا الشأن أعود إليك من جديد إذن الكنفدرالية هي الموضوع أو العنوان العريض الذي يتصدر المشهد هذه الأيام الأخيرة وموقف جلالة الملك والموقف الأردني الثابت يعود لرفض هذه الفكرة بكل ما تحتويه إذا أردنا أن نقرأ هذا التوقيت لهذا الطرح بالتحديد شكرا إليك أخت غادة حقيقة الأمر إحنا بنتحدث عن الفدرالية لا شك والإجابة الأردنية الفورية والعاجلة هي كما جاءت على لسان جلالة الملك في هذا اللقاء مع المتقاعدين العسكرين والمحاربين القدامى بأنه أكون الفدرالية مع مين وبالتالي دائما ما يعتبر جلالة الملك الحديث عن الفدرالية هو خط أحمر وبالتالي هذه مسألة لا قيمة لها ولا وجود لها أساسا على الملفات الأردنية لأننا لما نجد متحدث عن قضية أو عن كنفدرالية بالضرورة هي يجب أن تكون مسبوقة بشروط معينة أنت عندما تتحدث عن كنفدرالية تتحدث عن اتحاد أو عن رابط بين دول مستقلة وإلها سيادة وبالتالي الآن ما هي أين هي الدولة الفلسطينية على سبيل المثال من هون كان الحديث عن ضرورة إقامة المشروع الوطني الفلسطيني ممثل بإقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين وعلى حدود الرابع من حزاران سبعة وستين وغير هيك هو التفاف وتحايل لعلي أقول على القضية الفلسطينية لا بل ومحاولة لتصفية هذه القضية على حساب الأردن وأمن الأردن ومصالح الأردن وهذا ما يرفضه الأردن حقيقة جملة وتفصيل وكان هذا واضح حتى من ما تحدث فيه الناطق باسم الحكومة عندما قالت أنه الكنفدرالية مرفوضة وأنه لا نقاش بهذه المفردة إذن هي لعلي أقول قد تأخذنا الكنفدرالية وإنت لما تسأليني بتحكي لي الخطورة والتوقيت أنا التوقيت أعتبره مهم مهم جدا لأنه يتحدث عنه الإدارة الأمريكية الحالية التي تخذت من الخطوات ما يمكن وصفة بالخطوات الخطيرة على القضية الفلسطينية على أرض الواقع لكن هذا الطرح ليس جديدا نعم نعم طرح بالثمانينات نعم بلا شك لكن خطورته الآن أنك أنت بتتعاملي مع إدارة أمريكية ثبت على أرض الواقع أنها اتخذت قرارات تهدد القضية الفلسطينية حقيقة مثل موضوع القدس ونقل القدس من تل أبيب إلى دعيني أقول إلى ونقل الصفارة الأسف الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وأيضا هناك محاولتهم في تصويت الأنروا أنت تعرفي الآن وقفت الولايات المتحدة الأمريكية في الدعم والمساعدات وهذا لأنها ترغب في أنها توقف هالإنروا لأنها تجد في الإنروا أداة حقيقة تعين وتبقي القضية الفلسطينية وموضوع اللاجئين تحديدا حي في خضم هذه الملفات دعيني أقول الإقليمية الدولية وما إلى ذلك لذلك هناك أيضا محاولة للالتفاف على دور الإنروا إما من خلال إعطاء هذه المساعدات والمساهمات الأمريكية إلى الدول المستضيفة للاجئين وهذا طبيعة الحال رفضه الأردن جملة وتبصيلة أو لمنظمات دولية على غرال المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين بحيث ما تعود المفوضية الأنروا مقتصرة دعيني أقول فقط على اللاجئين وبذلك يضيع موضوع اللاجئين لا بل الأدهى والأمر أن هناك الإدارة الأمريكية تسعى إلى عادة تعريف من هو اللاجئ هذه قضية خطيرة جدا أنك أنت تحصرها بمن هم خرجوا من فلسطين في الثمانية واربعين وبتتحدث عن حوالي عشرين ألف وتختزل حوالي خمسة ونصف مليون في العشرين ألف أنا باعتقادي هذه قمة الخطورة على هذه القضية الفلسطينية وبالتالي الأردن يعي تماما لكن فدرالية ما هي إلا شكل من أشكال توريط الأردن حقيقة في دور توظيفي نيابة عن الكيان الإسرائيلي دور توظيفي أمني وعلي أقول إداري ولعلي أقول حدودي نهيك عن الهاجس الديمغراء الديمغراء الديمغرائفي وهنا لربما أجد بأن الكنفدرالية قد تتحول إلى شكل من أشكال الخيار الأردني أو ما يسمى بالتوطين والوطن البديل وأنا باعتقادي الأردن من هذه النقطة يعي خطورة هذه المحاولات خصوصا ونحن الآن بصدد أو نعيش في ظل إدارة أمريكية انقلبت على كل الثوابت الدولية أنت لاحظ الآن في حالة من الشك من الربع تنتاب العالم لا بل والقلق والخوف تنتاب ليس المنطقة وإنما العالم وهذا الرئيس الأمريكي الحالي يضرب عرض الحائط بالاتفاقات والمنظمات الدولية وما تبخض عنها من قرارات وسياسات وما إلى ذلك والحال أيضا فيما يخص القضية الفلسطينية عندما يضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية بما يخص القدس بما يخص موضوع اللاجئين وما إلى ذلك البعض المراقبين لهذا الوضع قد يرى بأن هذا نهج لصفقة القرن فيما يتم في ملف الأونر والتصعيد وقرارات هذه الإدارة الأمريكية إدارة ترامب ولكن البعض الآخر يرى أن الحكومات السابقة الأمريكية أيضا كانت تلجأ إلى هذا الحل عند وصولها إلى مرحلة من اليأس والفشل خاصة في محاولتها وزعمها الوصول إلى حلول سلمية تنطبق وتقنع أيضا جانب كيان الاحتلال هو زي ما تفضلت بجزء نحن اللي باللاحظة الفرق الجوهري ما بين حكومات أو إدارات أمريكية سابقة والإدارة الحالية نعم زي ما تفضلت كان هناك حديث عن مفاوضات سلمية وطرع هذا الموضوع زي ما تحكينا في أيام المرحوم جلالة الملك حسين والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات فبالتالي الآن لكن الإدارات الأمريكية السابقة لم تأتي بهذه الطريقة ونحن اليوم في تصريح للرئيس ترامب حقيقة أنا بيوصفه أنه نعم اعترف بأنه قضية اتفاقية أو المفاوضات السلمية ليست بالسهلة نعم وصفها بالصعبة بالصعبة وبنفس الوقت هو يقول ولكني سوف أقوم بما عجز عنه أو فشل به دعيني أقول أسلافه وهاي مسألة أنا باعتقاده مهم وهو يجب أن نتوقف عنده لكن في النهاية نحن نقول أنه إحنا نستند إلى مرجعيات دولية إلى قرارات دولية مطالب كأردن كفلسطين كدول عربية حقيقة بتحشيد المجتمع الدولي للدفاع عن قرارات ودعيني أقول وعن القرارات التي اتخذت باسم المجتمع الدولي والأسرة الدولية إحنا الآن لما نتحدث عن الأنروا أخت غادة إحنا نتحدث عن مؤسسة أنشئت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وظلنا شروط سنة 1949 بالضبط وبالتالي الآن أنت بتتحدث عن حوالي 100 ومن ضد هذه شروط الاعتراف بالدولة الفلسطينية بالضبط بالتالي هذا زي ما أنا حكيت لك أنه هنا تكمل الخطورة في التصوير وعودة لتفضلت فيه صفقة القرن أي نعم إحنا نتعاطى مع تسريبات إعلامية ولكن ما يترشح من مشروعات وخطوات وسياسات ولعلي أقول سيناريوات موضوع القدس موضوع حق العودة موضوع اللاجين والآن الكنفدرالية هذه كلها مخرجات تعيني أقول من ما يسمى بصفقة القرن يحاول تصفية ملف القدس تصفية ملف اللاجين حق العودة وما إلى ذلك وبالتالي أنت تعرف كل هذه قضايا من قضايا الوضع النهائي التي لا يحسم أمرها إلا بالتفاوض وهذه قضية إذن هو يأتي انقلاب على ما تم التوافق عليه لذلك مرة أخرى أقول أنه إحنا بالفعل كأردن على الأقل هو يعي خطورة هذا الملف والأردن أنا باعتقاد يوظف ما يتعل به من مكان وسمع وحضور لجلالة الملك في أنه يحشد المجتمع الدولي في الدفاع أو في دعني أقول في إبقاء القضية الفلسطينية في إطارها الدولي وضمن مرجعها دولية نعم في هذه النقطة في التحديد يعني لا يغيب عن نظر أحد الجهود الأردنية ومقفها الثابت والرافض لهذا الموضوع وهذا الطرح بالتحديد وغيره الكثير من الطروحات ولكن ما هي العوامل التي يمكن أن تسند برأيك الموقف الأردني الفلسطيني في المحافل الدولية خاصة في تغطية الدعم الأمريكي الذي يشكل 70% في قضية الأنروا مثلاً صحيح وهذا حقيقة موجودة على أرض الواقع نحن نعرف من فترة بسيطة جداً أن الأردن حقيقة بجهوده وبالتنسيق مع إيطاليا تم عقد هناك ما يسمى بمؤتمر روما وتم حقيقة حجد ودعم سياسي ومالي فيما يخص الأنروا حوالي 100 مليون والآن الأردن بصدد عقد ما يسمى بمؤتمر نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة وألا ما أعتقد سيكون في 27 من هذا الشهر الحالي إضافة لدعوة الأردن إلى وزراء خارجية العرب حقيقة في هذه الجزئية وإن كنت أنا أتحدث فيما يخص مؤتمر نيويورك أن الأردن بالتنسيق مع السويد مع اليابان مع الاتحاد الأوروبي وتركيا وهذه الجهود تسجل للأردن وهو بالنسبة إلى الأردن منف يحظى بالأولوية كحال القضية الفلسطينية التي يتعاطى مع الأردن على أنها مصلحة وطنية وعلى أنها من الملفات الأردنية الوطنية الخاصة الجهود الأردنية في هذا الجانب حقيقة مشهودة وموجودة وهي على أرض الواقع ولعل هنا أقول إنما الأردن يوظف علاقاته ودبلوماسيته حقيقة وما يتحل به من علاقات دولية في أن يحشد المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية والانتصار لها دفاعا عن قراراته وعن مرجعياته وعن كل ما له علاقة بالقضية الفلسطينية وما اتخذ من قراراته غيرها لنصرة القضية الفلسطينية نعم دكتور هيل في قطاع غزة هناك ملف للتحديئة ويكثر الحديث عن هذا الملف بالتحديد بالرغم من العقبات التي يواجهها ولكن هذا الملف أيضا يتزامن مع موضوع الأونروا وإلى جانب الأونروا الكنفدرالية وهل تعتقد بأن هذه الملفات مرتبطة بالملف التهديئة حتى تشكل نوع من أوراق الضغطية السياسية للوصول إلى تسوية سياسية معينة في هذا الشأن بالتحديد غدا أنت عندما تتحدث عن تهديئة من يقود هذه التهديئة أو من يسعى إلى أن يوجد هذه التهديئة هي من حقيقة لا شك أنهم يا الولايات المتحدة الأمريكية ومن ليلفوا لفيفا وبالتالي أنا باعتقادي هذه إنما هي محاولة لترسيخ لا بل وتوسيع الشرخ بين السلطة الفلسطينية وحماس دعيني أقول وبالتالي تأكيد العزلة أو الانقسام ما بين رام الله وما بين غزة أنت بتحاضي من خلال غزة هم يحاولوا تحويل القضية الفلسطينية من مشروع سياسي إلى مشروع إنساني لأننا الآن في غزة بتحدثوا عن مشاريع اقتصادية بتحدثوا عن ميناء بتحدثوا عن مطار بتحدثوا عن طاقة متجددة أو ما إلى ذلك فأنا باعتقادي أنهم الآن يحاولوا حقيقة إيقاع دعيني أقول لربما الخلافات والانقسامات بين الفلسطينيين أنفسهم بحجة اللي أنت أسميته بالتهديئة لأنه أنت بتلاحظي في النهاية لما تيجي تتحدثي عن موضوع سبقة القرن أو طرح الإسرائيلي فيما يخص الكنفدرالية هم بالمحصلة يسعوا إلى أن تكون الرعاية الأمنية للأردن على الضفة البغربية بدون القدس وعلى فلسطين بدون غزة والحال بالنسبة إلى غزة تكون ضمن الرعاية الأمنية إلى مصر إذن هذا مشروع بالضرورة هو يعني تصفية القضية الفلسطينية وهنا يأتي الخطر حقيقة الأمني والمصلحي فيما يخص الأردن وفيما يخص القضية الفلسطينية وأنا باعتقادي أن القيادة الأردنية ممثلة بجلالة ملك يعي خطورة هذا الملف وأبعاده وبالتالي أنا ما أعتقد أنه هكذا دعيني أقول سيناريوهات ممثلة بصفقة القرن إنها ممكن إنها لعلي أقول تأخذ طريقها بخلاف رغبة دول المنطقة وأنا هنا أتحدث عن فلسطين عن الأردن والدول العربية ولعل هناك نوع من بصيص من الأمل أخت غادة إحنا إذا لاحظنا في حديث اليوم عن تأجيل لصفقة القرن أي نعم قد ربط بالنسبة للأمريكان والإسرائيليين بأنه قد يكون له علاقة بالانتخابات التشريعية النصفية لولايات المتحدة وبالانتخابات الإسرائيلية التي ستجلس في العام القادم 2019 لكن لا أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية وجدت أن هناك رفض عربي لهذه الخطوة ونحن نعرف جولة كوشنير اللي شملت مصر والسعودية والأردن وتركيا وفلسطين وجد أيضا هناك رفض لهذه الخطوة إذن أنت ترى أن هناك تأثيرا واضحا لهذا الرفض العربي لا بل وأربط التأجيل بهذه الخطوة لا بل والآن فدى حديث أن الرئيس ترامب يبدأ استعداده لمقابلة الرئيس محمود عباس على هامش اجتماعات الجمعية العامة التي سوف تجري في نيويورك أنا باعتقد أن الرفض هذا موقف عربي له دوره وله تأثيره لا بل وأقنع الإدارة الأمريكية بضرورة أخذ الموقف العربي الموقف الأردني الفلسطيني بعين الاعتبار ولكن من جانب آخر إلى جانب هذا الرفض الذي تتحدث عنه هناك العديد من المراقبين لهذا الوضع ويقرأ هذه التطورات وكأنها هي النهج الرئيسي والأساسي لصفقة القرن كما أن البعض يوصي بالتعاون مع هذا الأمر أمرا واقعا لا مفر منه فبرأيك هذا الموقف العربي الفلسطيني ماذا لديه من خيارات حتى يواجه أكثر فأكثر على صعيد دولي هذه القرارات من الإدارة الأمريكية سواء بصفقة القرن المعلنة أو بهذه التطورات والإجراءات التي تعتبر جزءا لا محالة من صفقة القرن السلاح هو المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمرجعات الدولية التي كلها تنصف القضية الفلسطينية نحن كنا نعرف أنه فيما يخص القدس على سبيل المثال بالنسبة للمجتمع الدولي هي منطقة محتلة ولا سيادة إسرائيلية عليها مثال على ذلك وبالتالي ما يقف إلى الجانب العربي هي المجتمع الدولي القرارات الدولية هذا المجتمع الدولي مطالب بأنه يدافع عن قراراته وأن يبقي حقيقة الاحترام والهيبة لهذه القرارات وعلينا كمجتمع عربي في هذه الجزية تحديدا أنه نستغل جو عدم الثقة بالإدارة الأمريكية الحالية التي انقلبت على أركان وقواعد وهياكل المنظومة الدولية دعين أقولوا لا بلوا على المرجعيات الدولية فيما يخص القضية الفلسطينية الآن في جو من عدم الثقة وعدم الاعتماد على الولايات المتحدة وتحديدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإنت اليوم تسمع عن ما يسمى بالحرب التجارية الآن الولايات المتحدة ما عادل الاعتماد عليها من قبل حلفائها التقليديين إذا جاز لي فهذه أجواء قد تساعد على أن نوجد سيناريوهات من التحالفات الجديدة كدول عربية كأردنيين كفلسطينيين في أن نعيد سيناريو علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي مع روسيا مع الصين أو ما إلى ذلك بحيث أن نشكل جبهة قوية في أن تقف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية وإحنا الآن نعرف أن المجتمع الدولي والرئيس الفلسطيني في أحد المرات طالب يكون فيه هناك آلية أو مرجعية متعددة للأطراف للتعامل مع موضوع المفاوضات السلمية بعد ما أنه اعتبروا أن الولايات المتحدة لم تعد مؤهلة لإدارة العملية السلمية في ظل انحيازها الفاضح والمكشوف مع الكيان الإسرائيلي أنا باعتقادي فيه هناك تغير في المزاج العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية يميل لصالح الفلسطينيين بالأمس أيضا نحن استمعنا إلى أن المؤتمر الشعب الفلسطيني أيضا يحشد أو دعيني أقول عبر وسائل الإعلام المختلفة للانتصال للقضية الفلسطينية في ظل ما يسمى بقانون يهودية الدولة والذي هو هذا شكل أيضا من أشكال التمييز العنصري ومحاولة لتصفية القضية وللأشكر أنا أبي سابقا دكتور هاي الوضع عند عجبت معنا في ملف الأسبوع شكرا لك